سبحانك يا لا إله إلا أن الغرف الغرف خلصنا إلى النار يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين إعجاز القرآن بحث من مباحث علوم القرآن الكريم ولعل هذا البحث من المباحث الأولى التي طرحت فيما يرتبط بالإعجاز والقرآن الكريم فيه من الآيات ما فيه تحدث عموم المسلمين بل تحدث عموم من كان موجودا في ذلك الزمان وإلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من الزمان على حد سواء تحدث المسلم وغير المسلم لأنهم تعلمون أنكم تعلمون أن هناك بعض الناس من بدأ يفسر لنا القرآن بالتجربة البشرية وما شابه ذلك وهذه الأمور السفاسف سفاسف الأمور الله تبارك وتعالى خاطب نبيه خاطب نبيه في جملة من الآيات القرآنية أشار في هذه الآيات إلى أن هذا الكتاب كتاب معجز معجزة النبي صلى الله عليه وآله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون عاش النبي صلى الله عليه وآله في داخل هذه الأمة مدة طويلة من الزمن أربعين عام إلى أن جاءت البعثة وما كنت تتلو من قبله من كتاب قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلوا جميل هذه الآيات القرآنية وجميل الاستدلال فيها أيضا قل يا با أنا عمري أربعين عام يا الله إجت البعثة وبدأ القرآن ينزل قبل هاي الأربعين عام ما عندي ولا آية واحدة شبيكم أنتم ما تعقلون هذه الآيات بدأت تنزل وأنا عمري أربعين سنة قبل الأربعين سنة لا يوجد لهذا القرآن عين ولا أثر وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الآمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مديان تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك كل هذه الآيات المباركة كل هذه الآيات المباركة تشير إلى نقطة مهمة أن هذا الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله معجزة هس أنتم بعد ما تقدرون تواجهوا تردون يسموا أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة هذه الأمور وهذه التهم ارموها ماكو مشكلة ولكن يبقى هذا القرآن معجزة تتحدى البشرية منذ ذلك الزمان إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله من الزمان ليس هذا فقط حتى أولئك الذين كانوا يعتبرون من دهات العرب في البلاغة والفصاحة والأسلوب والأدب والوليد ابن المغيرة عندما ذهب ليستمع إلى النبي صلى الله عليه وآله أرسلته قريش يستمع إلى النبي فإجس مع هذه الآيات حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إلا هو إليه المصير إلى آخر الآيات رجع ماذا قال شوف العبارة مالت والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما أنا أقرأ النص وإلا المفروض نصلي عليه اللهم صلي على محمد وآل محمد والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو وما يعلى عليه هذا الحديث كان يتحدث به المغيرة مع قومه ما قالوا له قالوا له أنت أصبأت يعني أصابك الصبأ صورة مسلم أي عبارة اللي يستخدموها فرجع له بعد ما راح أبو جهل وأراد أن يثني عن بعض الحالات الله سبحانه وتعالى يعني يوفق الإنسان لكن بعض الأمور تحدث تخليه نتيجة الطغيان نتيجة العناد نتيجة الجهل العصبية تخليه يتراجع رجع إلى قريش مع أبي جهل فقال لهم أتزعمون أن محمد مجنون فهل رأيتموه يحنق يحنق يعني يغضب لأن الغضب شعب من شعب الجنون قالوا لا قال أتزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهن في يوم من الأيام الكهنة يعني الدعاء معرفة الأسرار وما شابه ذلك أربعين سنة هو بنصكم سمعت بي تكهن في يوم من الأيام قالوا لا قال أتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب قالوا لا هذا الصادق الأمين قالوا له إذن ماذا تريدنا أن نقول قالوا قولوا أن هذا سحر ما عدنا غيره لا يمكن يكون مجنون لا كذاب قولوا سحر لأن هذا يفرق بين المرء وزوجه هذا يفرق بين الأخ وأخي هذا يفرق بين الأب وابنه هذا الكلام كلام إلهي ليس كلام إنسان عادي اللي يؤمن بي ويصدق بي بعد ما يمكن أكو قوة بالكون تقف أمامه فقولوا على محمد صلى الله عليه وآله ساحر ولهذا نزلت الآيات إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر كل هذه الآيات كل هذه الروايات تشير إلى نقطة مهمة أن هذا القرآن الكريم قرآن معجزة هو معجزة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فتق البحث عن المعجزة وعن الإعجاز وعن أوجه الإعجاز حدث في فترة متأخرة التفت إلى نقطة مهمة جدا أنا أتحدث عن البحث والكتابة والتصنيف لا أتحدث عن التحدي التحدي كان في زمن النبي المعجزة كانت في زمن النبي وعجز الجميع النبي صلى الله عليه وآله ما كان أحد يجرؤ على أن يفتح هذا البحث أن هذا الكتاب معجزة لو ممعجزة فقط كانوا يتهمون النبي بالسحر أما الكتاب القرآن ما قدروا يواجهه فاتهموا صاحبه تهموا النبي صلى الله عليه وآله بالسحر فإذن الحديث عن المعجزة في الصدر الأول من الإسلام ما كان حديث مفصل وما كان حديث يعني فيه نوع من التحدي من قبل القوم وإنما كان تسليم كامل من قبل القوم على أن هذا القرآن هو قرآن معجزة كتاب معجزة لا يمكن مواجهته بأي حال من الأحوال هذه نقطة جدا مهمة بدأ البحث في النصف الثاني في القرن الثاني يعني النصف الثاني من القرن الثاني بدأ البحث فيما يرتبط بالإعجاز احنا عدنا إعجاز وعدنا معجزة عدنا مصدر وعدنا اسم فاعل الإعجاز يأخذ أبعاد مختلفة لكننا نتحدث عن الإعجاز في الكلام يعني أداء الكلام بطريقة وبأسلوب وبآلية تفوق كل الطرق والأساليب والآليات هذا هو الإعجاز بالكلام أما عندما أتحدث عن المعجزة التي هي اسم فاعل لا سبب التسمية معجزة أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها لأن الإعجاز في اللغة إنه معاني متعددة إما معنى الإعجاز في اللغة عدم القدرة الإنقطاع الضعف معاني متعددة للإعجاز في يعني معنى الإعجاز لغة في المعجزة عندما أتحدث عن المعجزة وفيما يرتبط بالقرآن الكريم أقصد بيها أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن الكريم فهو أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي خارق للعادة يعني بل خارق للواميس الطبيعة مقرون بالتحدي وسالم عن المعارضة سالم عن المعارضة طبعا خرق لهذه النواميس من جهات مختلفة من جهات مختلفة خرق لهذه النواميس تتعرفون البيئة اللي عاش بها النبي صلى الله عليه وآله عرفون ثقافتها الإنسان عندما يكتب كتاب أو يلف كتاب هو في الحقيقة عبارة عن تعبير مكتوب عن العادات والأعراف والتقاليد المعاشية عن الثقافة المعاشية أما أن يكون هذا الكتاب الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بهذا المستوى من الأسلوب والفصاحة والبلاغة بهذا المستوى من المحتوى والمضمون وما يحتويه هذا الكتاب هذا نصف بالمعجزة ليش لأنه فاق كل هذه القوانين والنظم الموجودة فهو خارق للعادة مقرون بالتحدي واضح الآيات القرآنية فيما يرتبط بالتحدي وكذلك سالم عن المعارضة شنو سالم عن المعارضة يعني انهزم القوم من أمامه فبدأوا يكيلون التهم المن للنبي الذي جاء به صلى الله عليه وآله وإلا لو كانوا قادرين على المواجهة لو كانوا على قدرة كافية من المواجهة كانوا قد واجهوا القرآن الكريم ولم يترددوا في ذلك ولكن هذا كبيرهم الوليد ابن المغيرة كبيرهم وإنسان عادي الوليد ابن المغيرة حتى حسب وصفهم كان يوصفوا بحكيمهم ويوصفوا يعني عين القوم كان ويملك من القدرة والقابلية وكافع علينا أن نعرف وصف للقرآن سمعت من محمد صلى الله عليه وآله آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن وإن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة وإن أعلاه مثمر وأسفله مغدق وإنه لا يعلى ولا أو ليعلو ولا يعلى عليه من كلام واضح أن الرجل يمتلك قدرات وقابليات تعبيرية وإسلوب وبلاغة وفصاحة وقابلية كبيرة جدا ومع ذلك يشعر بالعجز التام أمام هذه النصوص القرآنية التي تحدث بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فإذن المعجزة كما عرف السيد الخوائي طبعا لها تعريفات كثير المعجزة وعندما نقول المعجزة يعني يشيرون بها إلى القرآن الكريم التفتوا لهذه النقطة لأن المعجزة ممكن إلها يعني متعلقات متعددة لكن نحن نتحدث عن إعجاز القرآن الكريم ومعجزة القرآن الكريم السيد الخوائي رحمة الله تعالى عليه في كتاب البيان يقول هو أن يأتي بالمعجزة أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية هل سيدعي الإمامة يدعي النبوة يدعي كلها مناصب إلهية أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة التفت إلى هذه النقطة يخرق نواميس الطبيعة يعني هذه القواعد الموجودة اللي كانت حاكمة في زمن الجاهلية لا يمكن أن تنتج نتاج كالقرآن الكريم لا على مستوى الأسلوب والصياغة والبلاغة ولا على مستوى المحتوى والمضمون فإذن هو خرق نواميس الطبيعة والذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو خرق لنواميس الطبيعة بشكل واضح فهو أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره الطرف المقابل يعجز عجز كامل بل أكثر من ذلك مو يعجز ويسكت لا يعجز ويعترف بعجزه هذه نقطة جدا مهمة مو فقط يعجز موك واحد يعجز ويسكت يخنس اك واحد يعجز ولكن نتيجة شدة هذا الكلام وإعجاز هذا الكلام القرآني والعلو في المضامين والأسلوب والمحتويات والصياغات والبلاغة يجعل هذا الرجل الذي عجز عن الإتيان بمثله أن يصرح بإعجازه مو فقط يعجز يصرح بإعجازه فإذن المعجزة أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهدا على صدق دعوة هذه شروط هذه التي ذكرها سيد الخوي في هذا التعريف شروط أولا المعجزة لازم واحد يجيبها يدعي منصب من المناصب الإلهية هاي واحد اثنيا لازم تخرق نواميس الطبيعة ثلاثة يعجز الآخر عن مواجهتها وعن تحديها أربعة شاهد على صدق دعوة يعني شنو شاهد على صدق؟ يعني عندما يقول أنا نبي وهذا كتابي هذا الكتاب شاهد على نبوته هاي نقطة هواي مهمة مرة مثل ما مسيلم الكذاب ادعى أنه نبي ولكن عندما جاء وقالوا له شنو معجزتك؟ قال هذا البئر أبصق به يخرج الماء تعرفون سابقا الآبار يحفروها ينزلون أمتار حتى يطلعون ما يشربون فعندما بسق به الله سبحانه وتعالى كذبه فغار الماء ولم يخرج ولم يصعد الماء إلى الأعلى فهذا نوع من أنواع تكذيب لمن ادعى الإعجاز هذا شاهد على كذبه وليس شاهد على صدقه ما حدث شاهد على كذب مسيلمة أما القرآن الكريم شاهد على صدق محمد صلى الله عليه وآله فهذه التي ذكرها السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه من شروط هي عبارة عن شروط ذكرها في كقواعد وكضوابط في التعريف هي في الحقيقة شروط المن للمعجزة فشروط المعجزة أولا أن يدعيها من يدعي منصبا إلهية هاي مهم يأتي بها من يدعي منصب إله اثنيين تخرق نواميس الطبيعة هذا واضح يعني القرآن الكريم عندما جاء في وسط هذه الثقافة الموجودة الحاكمة في وسط هذا المستوى وكذلك عندما تنظر إلى النبي قبل القرآن الكريم يعني النبي عاش أربعين عام قبل القرآن الكريم كان بوسطهم ما كانت عنده ألفاظ بهذا المستوى ما كان عنده اسلوب وتعبير صياغي وألفاظ معينة بمستوى ألفاظ القرآن القرآن إلى خصوصية مع أن كل كلمات محمد صلى الله عليه وآله كلمات وحي لكن الوحي هذا تارة يصاغ من قبل الخالق تبارك وتعالى بألفاظه بأسلوبه بصياغاته وأخرى من قبل النبي صلى الله عليه وآله هذا وحي مصاغ أسلوبا صياغة بلاغة محتوى مضمونا مصاغ من قبل الباري تعالى فكان النبي صلى الله عليه وآله في وسط هذه الأمة تقريبا أربعين عام ليش تقريبا تحقيقا أربعين عام يعني وفق هذه الضوابط تحقيقا أربعين عام في وسط هذه الأمة ولم يأتي بقرآن ولم نشهد أو نشاهد أو نطلع على وثيقة تاريخية أنه تحدث لهم بأن هذا قرآن وأنا تحداكم به هذا التحدي بدأ بعد البعثة فهذا خير دليل وخير شاهد على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله هو عبارة عن قرآن بألفاظه وبأسلوبه وبصياغته وببلاغته مصاغ من قبل خالق السماوات والآر فهذه الشروط اللي نتحدث عنها أن يكون يأتي بها من يدعي منصب إلهي أن يخرق نواميس الطبيعة أن تكون المعجزة شاهدة على صدق من ادعى مو على كذب كما حدث مع مسيلمة وأن تكون هذه المعجزة غير مقدور عليها من قبل الآخرين بمعنى آخر أن تكون سالمة عن المعارضة يعني لا يستطيع أحد أن يعارضها بكلام أو لا يستطيع أحد أن يقول أنا أستطيع أن أأتي بنصوص قرآنية إذن الآن أمامنا معجزة قرآنية هذه المعجزة الله سبحانه وتعالى تحدى فيها كل البشر النبي صلى الله عليه وآله أيضا تحدى فيها وهذا التحدي باب مفتوح يعني لم يكن هذا التحدي في فترة زمنية وانتهى وإنما إلى يومنا هذا هذا التحدي باب مفتوح تسامعين بعض الأنصاف المثقفين أنا أسميهم اللي ذهبوا مع شبهات الغربيين ومع شبهات المستشرقين ويقولون أن هذا القرآن هو تجربة بشرية للنبي صلى الله عليه وآله يا ترى هذه التجربة البشرية إذا كانت هي بشرية وإنتوا تقولون بشرية لماذا لا تتكرر لماذا لا تتكرر إذا تجربة بشرية المفروض تتكرر مثل ما حذت عند النبي محمد صلى الله عليه وآله المفروض تحدث عند غيره فلماذا لا تتكرر هذه التجربة البشرية ولماذا لا يوجد لنا نص جديد بتجربة بشرية جديدة بهذه الألفاظ وهذه الصياغات وهذه الأساليب ويتحدى فيها أيضا العالم من جديد فهذه المعجزة القرآنية التي بين أيدينا سالمة عن المعارضة لا في الزمان السابق زمان الجاهلية ولا في الزمان الحاضر والمعاصر ما رد أسميه زمان جاهلية لكن هو ترى هم جاهلية بطريقة أخرى وبشكل آخر ولا في الزمان المستقبل فهذا التحدي بابا مفتوح سابقا حاضرا ومستقبلان إذن بين أيدينا القرآن كلام الله معجزة يتحدى الجميع المعاجز على قسمها المعاجز على قسمها عندنا معاجز حسية وعندنا معاجز عقلية تفتوا لهذه النقطة جدا مهمة لأن نريد أن نشوف هذه المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله هل جمعت بين المعجزتين لأنه حقيقة الكتاب الكريم القرآن الكريم فيه من الصفات ما فيه عجزت عنه حتى الكتب السماوية السابقة حتى الكتب السماوية السابقة لا أقول عجزت ولكن لم تأتي بمثله لأن الكتاب السماوية السابقة أيضا من الله سبحانه وتعالى ولكن لم تأتي بصفات وخصائص ومميزات نفس هذا الكتاب ولهذا كتب له الخلود ولم يكتب لها الخلود كتب للقرآن أن يبقى إلى آخر الزمان ولكن لتلك الكتب توراة إنجيل كتب لها في أن تكون في فترة زمنية محددة هذه من أبرز الصفات والخصائص والمميزات اللي يتميز بها القرآن الكريم فالمعاجز على قسمين عندنا معاجز حسية وعندنا معاجز عقلية المعاجز الحسية اللي الحواس الشاهده على مرأة ومسمع من أولئك اللي تتحداهم واحد يجي يقول أنا عندي معجزة كما جاء موسى وعد العصى فأخذت تلقف كل الأفاعل اللي يتخيل إليهم أنها أفاعل يضرب بها الحجر فانبجس منه 12 عينا يضرب بها البحار يصبح معبد هذه خوب عصى بيده يحملها وهذه المعجزة التي حدثت حسية بمرأة على مرأة ومسمع من الناس كذلك بعض المعاجز التي جاء بها عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام أيضا جاء بمعاجز يبرئ الأكمى والأبرز يتكلم وهو في المهد يكلم الموتى هذه كلها معاجز لكن هذه المعاجز حسية يعني تكون على مرأة ومسمع من الناس كذلك عندما أحرق إبراهيم أو أحرق لم يحرق عندما رمي إبراهيم في النار ماذا حدث؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما أمام الناس كل الناس شافوا إبراهيم عليه السلام يرمى في وسط النار والنار لم تحرق إبراهيم هذه معاجزة حسية فإذن أكنوع من المعاجز معاجز حسية لكن أكنوع من المعاجز أيضا معاجز عقلية يعني شنو معاجز عقلية؟ المعاجز العقلية هذه المعاجز تختلف في طبيعتها وفي مضمونها عن المعاجز الحسية هذه المعاجز تخاطب العقل تحرك العقل بكل ما يملك من إمكانات وقابليات وقدرات سابقا يملكوها الناس حاضرا أو لاحقا تتحدى تتحدى تحدي عام على مستوى الزمان وتحدي عام على مستوى المكان وتحدي عام على مستوى الأشخاص هذا ليميز المعجزة العقلية عن المعجزة الحسية المعجزة الحسية متأطرة بزمان معين ولهذا حتى السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه عندما يتحدث عن المعجزات الحسية عند عبارة جميلة يقول المعجزات الحسية مؤقتة يعني شنو مؤقتة يعني إلها زمان محدد إلها مكان محدد إلها وقت مخصوص لا يمكن لها البقاء سرعان ما تعود خبر مثل ما الآن إحنا مجاي ننقل أخبار إبراهيم رموه بالنار لم يحترق يا نار كوني بردن وسلامين هذا صار خبر صار صار خبر النقلة بالتتابع كذلك فيما يرتبط بعيسى كذلك فيما يرتبط بموسى فالمعاجز الحسية معاجز مؤقتة ممكن هذه المعاجز الحسية في زمان من الأزمنة تتعرض للتشكيك يعني شنو تتعرض للتشكيك إتوا شايفين اليوم بعض المشككين يقول لا مقصودهم أن إبراهيم مثلا يرمو بالنار مو يرمو بالنار هذه النار الكذا نار أخرى نار العذاب ونار الكذا وما أدريش مقصودهم من أن موسى مثلا بعصاه كذا هذا مقصودهم بعض الحالات وصفوا بعض الحركات التي قام بها الأنبياء بأنها اسطورية ليس لها واقع حقيقي فإذن المعاجز الحسية تتعرض إلى التشكيك أما المعاجز العقلية لا يمكن أن تتعرض إلى التشكيك ليش؟ لأنها موجودة بيننا لا يحدها حدود زمانية ولا تحدها حدود مكانية ولا تخاطب وتتحدى أشخاص بأعينهم وإنما هي شاملة لجميع البشر فإذن هناك مائز كبير بين المعاجز الحسية والمعاجز العقلية في القرآن الكريم جمع هذه المعاجز هذه الألفاظ بين أيدينا يلا تفضلوا تحدوها تحدوها هذه الأخبار والمحتويات والمضامين اللي نتحدث عنها تفضلوا تحدوها فإذن جمعة القرآن جمع بين المعجزتين بين كونه معجزة حسية كتاب مكتوب ملفوظ مقروء بين أيدينا وبين كونه معجزة عقلية تحدى أن يأتي به أي بشر سواء كان في الزمان السابق أو في الحاضر أو في المستقبل فهذه هي ميزة القرآن الكريم فيما يرتبط بالعجاز اللي نتحدث عنه فمعجزة القرآن معجزة اختلفت بطبيعتها بأسلوبها بمخاطبيها بمكانها بزمانها اختلفت عن معاجز الأنبياء السابقين معاجز الأنبياء السابقين كانت معاجز حسية أما معجزة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله معجزة عقلية حتى الكتب السابقة اتميز القرآن عليها بأنه خالد باقي مخاطب للجميع عما تلك الكتب خاطبت مجموعة في زمان معين في مكان معين ولهذا ختمت الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وختمت الكتب بكتاب محمد صلى الله عليه وآله وكل الكتب توقفت عندما جاء القرآن الكريم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين